معكم المعلمة هدير رحايمة من أكاديمية أوس التربوية درسنا لهذا اليوم لطلاب الصف الثامن في مادة الحاسوب وبعنوان التأثيرات الحركية تعرفنا عزيزي الطالب في دروس سابقة عن برنامج العروض التقديمية حيث أنه يوفر لدي الكثير من التنسيقات التي يمكن إجراؤها على الشريحة بأكملها أو على بعض من عناصرها وذلك إما بإضافة خلفه للشريحة أو تطبيق النصف الجاهزة وكذلك سنتعرف في هذا الدرس على خاصية أخرى يتميز بها برنامج العروض التقديمية وهي إضافة تأثيرات حركية على عناصر الشريحة الذي يجعل هذا العرض عرضا شيقا وممتعا ويساعد على تحقيق الأهداف المرجوة منه في هذا الدرس سنتعرف على نوعين من التأثيرات الحركية وهي الحركة الانتقالية بين الشرائح ماذا أقصد بالحركة الانتقالية بين الشرائح؟ أقصد به التأثير الذي يظهر عنده بدء الانتقال من شريحة إلاج أخرى في أثناء تنفيذ العرض مثلا فإذا أردت أن تظهر الشريحة على شكل حركة ساعة أو على شكل مستطيل أو على تموج أو إلى آخره بالتالي لابد أن أتبع الخطوات التالية أذهب إلى تبويب حركات ومن ثم أنقر على نوع الحركة المطلوبة من مجموعة نقل إلى هذه الشريحة كما تلاحظون أو أضغط على السهم الموجود في الأسفل هنا فنلاحظ ظهور أنواع حركات متعددة أختر الحركة التي تناسبني بالضغط عليها أو بالنقر عليها فنلاحظ أن الشريحة أصبحت لها تأثير حركة وكذلك لو أخذنا الشريحة الثانية نذهب برضو إلى تبويب حركات وذلك أنقر على نوع الحركة التي نريدها لتكون هذه فنلاحظ أما إذا أردت أن أطبق الحركة نفسها على جميع الشرائح فنعود إلى الشريحة الأولى ثم أذهب إلى حركات وأنقر على تطبيق على الكل لنعرض الشرائح كما تلاحظون نلاحظ أن جميع الشرائح أخذت نفس نوع الحركة الانتقالية أما بالنسبة للحركات المتخصصة أو المخصصة هي عبارة عن تأثيرات ترافق ظهور عناصر الشريحة مثل مربعات النص والصور والأشكال فعلى سبيل مثال أكاديمية أو ستة تربوية أنقر عليها ثم بعد ذلك أريد أن أضف عليها حركة مخصصة بعد ذلك أذهب إلى حركات وأختر منها حركة مخصصة من مجموعة حركات فتظهر لدي قائمة إضافة تأثير أختر التأثير الذي يريد ليكون زحفا إلى الداخل كما تلاحظون وكذلك أستطيع إضافة التأثير على الصورة لنأخذ الشريحة الثانية نضغط أو ننقر على الشكل ونذهب إلى حركات تبويب حركات وأيضا حركة مخصصة حركات حركة مخصصة يظهر لنا إضافة تأثير نختر التأثير الذي يناسبني مثلا قطع اسفنجي كما تلاحظون وبهذا عزيزي الطالب نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا راجعنا من الله المولى عز وجل أن نكون حققنا الهدف المرجو من هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر